تفاح واخد جوافة واخد كذا يعني تقدر تشوف يعني كم حاجة يعني لطيف جدا كل ده بكم ب12 جنيه ونص الطبقة الطبقة هو ب12 جنيه ونص قدامك اهو فضل اللي بعده ليه بقول لكم بقول لكم عشان فضلوا فضلوا حضراتكم اشتروا فضلوا معارض معارض مش معارض معارض اهل الرمضان على مستوى كل محافظات مصر وتاني بقول انه رئيس وزراء النهاردة قال لك ان احنا طبعا عملناها بدري عشان يعني تكلفات من السيد الرئيس عشان نوفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة قادي قدامك اهو انا بعرض لك المعرض وبعرض لك الاسعار وبوريك السلع وبوريك الجودة بتاعتها قادي هنا 43 الزيت 43 نزل 35 يبقى هنا فيه ايه فيه تخفيض فاكرين لما كنت لسبوع اللي فات بقول النهاردة لا اقول عشان الحاجة قدامي اهو جاي متميزة جدا وتخفيضها كويس هنا ب130 ارجع ده ارجع انت بتجري ليه ارجع يوسف ال130 اللي نزل 107 ده فينه ايوه اتنين لتر وربع ب130 جنيه برا هنا هتاخده ب107 هكسبلك فضل فضل هو فينه تخفيض فيه تخفيض كويس هنا عاملين بجد هنا يعني اهتمام بالناس ما هو ده ده المين الناس عشان الناس يجنوا روح تشتري بادل ما يبقى قبل الرمضان بسبوع اتعامل اتعامل دلوقتي يعني مثلا لو انا هشتري هشتري عبوه كبير ليه عبوه كبير زي اللي قدامك دي اتنين لتر وربع عشان دي هتوفر على العبوه الصغيرة خد عبوه كبيره ورايح دماغك انا بقول ورايح دماغك ولا كل يوم كم يوم تنزل تشيري ما هو خد علبة الكبيرة اتنين لتر وربع ودفع فيه 107 جنيه بدلا من 130 ليه بقولي الكلام ده انا حب الكلام ده اقرره كتير عشان الناس الدولة عاملة ايه مع كمان الرجال اللي شغالين في هذا المجال والغرف التجارية ولازم نحييهم دكتور علاء عز وكل رجال غرف تجارية كلهم لازم نحييهم نشكرهم كمان على هذا الدعم كمان التحرك ادي الرزه ب14 جنيه ونص الرز المصري عريض الحبة الكيلو مش 900 جرام الكيلو هنا كيلو كامل كيلو 1000 جرام 14 برة هتلاقيه ب18 و18 ونص واماكن اخرى ببيعه اغلى من كده وهنا خد اللي انت عايزه تفضل فيش اي مشكلة خالص فيش عندك الحاجات موجودة حاجات كلها زي ما تش ادي السكر ارجع السكر بكام ما لقطش انا بكام السكر بكام يا يوسف السكر ده الرز يا جماعة فين السكر اهو ب14 ب14 جنيه برة ب20 جنيه يعني برة السكر اللي قدامك ده برة ب20 جنيه و19 جنيه طب عندي هنا ب14 جنيه يبقى هنا فيه تخفيض اهو فيه طب السكر اهو بتفضل شيل شري روح خد تفضلوا حضراتكم ما الدولة عاملة ده على فكرة اللي موجود هنا موجود في سهاج موجود في اسوان موجود في اسكندرية موجود في الاليوبية اه محاوزات لانه اتباعا يتم افتاح في المحاوزات موجود حضراتكم عارفين طبعا الحاجات دي كويس او لا تقدروا تقولولي اللي متميزة جدا طبعا لكن انا بسأل الناس واحنا بنشوفه اهو 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 مع حضراتكم اهو معرض اهل الرمضان لفتاة حريص الوزراء من شويتين من الساعة حول الساعة 6 اهو الاسعار هاي قدامك واهو المكارونا بكم والعدس بكم عدس كمان بكم نص كيلو بواحد وعشرين ارخص يعني برة بتلاقي بخمسين برة بتلاقي الكيلو بخمسين يبقى هنا بتلاقي بـ 42 ارخص من برة الفولة اهو اه دي النص كيلو بـ 12 جنيه اه دي عندك الفصولية كمان نص كيلو بتسع وهكذا شوف حاجات كتيرة قدامنا اهو شايفين الاسعار واد الانواع اسعار والانواع